قالوا الأخت عن صحة حديث من أبلغ الناس عن رمضان حرمت عليه النار من أبلغ الناس عن رمضان حرمت عليه النار يعني يقول للناس رمضان غدا رمضان بعد غد حرمت عليه النار الحمد لله والصلاة والسلام على نصر الله هذا الحديث موضوع مجذوب لا وجود له في كتب السنة لا وجود له في كتب السنة فهو من تأليف بعض الوضعين تأليف بعض الوضعين كذبين تقول ما هو خير إلا أنا أبلغ عن رمضان ويستحب أن نهنئ يهنئ بعضنا بعضا بقدوم شهر رمضان بقدوم شهر رمضان لكن أنا أتكلم عن الحديث لأن البعض تأتي إلينا الكثير من الأحاديث وهي موضوعة أو مكذوبة وما ظنط الكذب والوضع دائما أحاديث طويلة تجد الحديث طويل جدا ومن ما ظنط الكذب أيضا أنا لا أقول أن كل الأحاديث طويل لكن الغالب مضاعفة السواب الكبير 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 على عمل صغير ولا أقول أيضا أن كل هذه الأحاديث التي من هذا النوع ضعيفة لكن الغالب يكون هكذا الغالب يكون هكذا لكن يجوز التعنيئة بشهر رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء شهر رمضان بشر أصحابه بقدوم رمضان قال أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبشر برمضان وينبع على ليلة القدر التي في أواخر رمضان في أواخر رمضان لأهمية ليلة القدر لأهمية ليلة القدر هذا الحديث عند النسائي وغيره وهو في صحيح الترغيب والترهيب العلماء أخذوا منه استحباب التانئة بقدوم شهر رمضان لكن الكلام عن الحديث الذي يرسله الناس كثيرا عند قدوم رمضان من أبلغ الناس عن رمضان حرمتها فهذا حديثه ليس فيه أحد في كتب السنة وهو مكذوب ولا يجوز أن نروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مكذوب ونقول إن معناه صحيح حتى وإن كان المعنى إن كان المعنى صحيحا فلا يجوز أن ننسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام